لبنات مست الخير عليكم شاء الله يتكونوا كامل بخير جيتكم في وصفة جديدة ووصفة بنينا وهذا المرة خيرت لكم القرماشة اللي بري بلي بزاف لبنات يحبوا القرماشة ويحبوا القاطو ليبقى الأطول مدة وهذا القاطو قراب بني نشوفوا ديروه على الضمانتي هي كان داريت وخد صحبتي في الخطبة تحا قلت لنا هاتي نصور لهم كل شيء منخلي حتى موضي لها كذا تديوا فكرة على كامل أنواع قلت لها المملاحات ونحطها ملهم لكم هذا النوع وإن شاء الله هذي سمنا نكملوا كامل الأنواع بإذن الله ونروحوا للوصفة في إيناء كنت حطيت 125 قرام مارغارين ذربتهم شوية وزيتهم زوج مغارف كبار سكر غلاسي وزيتهم سافر بيضاء وزيتهم لافاني هذا مكان نخلطهم مع بعض حتى يتجنسون هذو كل مكونات ونتحصوا على خالط يكون أبيض هذه المرحلة الضرورية أنكم تخلطوا مليح يا البنات باش من بعدها ما يتبدل لكمش الشكل تعصابلي تعكم من بعدها رايحين نروحوا نزيدوا له مغرفة كبيرة اللوز ومغرفة كبيرة انتع كاكاوبوني اللوز اللي هنا هي البنات اختياري يعني تقدروا تستغنيوا عليه تقدروا دلوا أي نوع من المكسرات المهم يكون محمص ومرحي ميكون شرقيق وميكون شخشين يكون متوسط والمغرفة الكاكاو ثاني لازم تكون مغاربة وديروا كاكاوبوني نوعية مليحة باش يجيل قاط وتعكم ابنين هذا مكان نكملوا نخلطوهم ونضربوهم اضعوا بالباتورم من بعدها رايحين نروحوا نزيدوا الفارينة الفارينة زيدوا تدريجيا لخاطر رايحين نكمية غير شوية بهم تغلبكم شو ديما نقولكم عجينة الكاكاوية بالاكم منها رايحي ثم ثم تشرب وثم ثم تخدعكم زيدوا الفارينة بشوية ولوحوا يديكم ما تخدموش بسباتيولا هنال لازم يديكم وانتموالي تتحكموا فيها شوفوا زيدوا بشوية يالبنات بالاكم تتخدعوا عندكم تروحوا زيدوا على ضربة هذه هي حتى نتحصلوا على العجينة تكون طرية وعجينة الكاكاو رايح لها تنشف سما خليوها عجينة طرية وديما ديروها في كيس بلاستيكي وبدأوا تخدموا والكيس هذك تعليين شوفي الخبز باش تبدأوا تخدموا شوفوا العجينة طرية اللي نتحصلوا عليها واللهنا مباشرة نروحو نخدمه بين كيس وكيس بلاستيكي كيما راكم تشوفوا رايحين نحلوا العجينة هذي المرحلة لي كل المبتدئة ومامو متكونيش مبتدئة لعنا راح تنقص عليك بزيف حويت شوفوا الحجة اللي ولا تجيكم سهلة الخدمة ما تديروش النشاء ما تديروش الفيرينة هكذا العجينة ما راح تتقلص ما راح تتيبس لكم ما راح اوالو شوفوا بين كيس وكيس بلاستيكي نحلوها بالحلالة نحلوها متوسطة متحلوها شخشينة متحلوها شرقيقة متوسطة نحلوها مبتدئة نحلو الكيس بلاستيكي من فوق نحلو الكيس بلاستيكي حطوه و هزوه الصابلي متقعدوش تدوروه في الطابع بعد تقربو الكيس بلاستيكي تدوروه الحبه و شوفوا كيف تهزوها بكل سهوله و شوفوا السمك و نحطوها في البلاتو و هنا الفرن يكون صخور مسبقا على درجة حرارة 180 لحو الصابلي ينشف برق من تحتها و نطفيوه و نخليوها برد من يحمل الجامي تشعلو الصابلي من فوق الجامي لانا راح ناخد ملحشو لبنين شوفوا كانت عندي فيتين كان عندي لحنا شوية جوز و رايحين نلموه بهذا الكرنشي الكراميل شوفوا هو كرهو البرد شوية يجي شوية حكم و باش مي يكل الكومش بزيف كي نقولكم يا لبنت تحطوه داخل الميكرو وند شوفوا جيبوا طبسي عمروا و شرحين تحتاجوا تخدموا و حطوه مام با واحد العشرة سوغوند او خمسة سوغوند راح تطلق روحو سينو تحطوه فوق حمام مائي لما عندهش نورمال ميكرو وند عادي يا لبنت حطوه فوق حمام مائي مايشي يا لبنت تروحو تحطوه فوق النار ولا غرشت وحده في الفيسبوك مسكينة قد قدرتو في طاوة و روح تحطيتو فوق النار ولا لها كلالة واحدة وهي الجامي جامي يا لبنت الكرانشي تروحو تحطوه فوق النار لخاطر راح اراهي شيكولة شيكولة يا لبنت تولي تجمد لكم حطوه فوق حمام مائي يطلق روحو باش مايوكل الكومش بزيف برك هذا والهدف من هذيك السخانة الكرانشي مايوكل الكومش بزيف الحشو فهمتوني يا لبنتها سما مايشي باش زعمه قال نحميوه بزيف والله باش نحميوه عشرة سوقوند يطلق روحو برك وانا روحو نزيدوه لهذاك الحشو شوفوا هذا الكرانشي ديجا هو بنين ومقرمش و هذيك الفيتين مقرمشة و الجوز ثاني راح يجيكم القراب ابنين خلطوه متى نتحصله على حشو مايكونش طري بزيف و مايكونش يابس بزيف لازم حشونا قدر نتحكمه فيه شوفوا كفاشران يتحكم فيه عادي قلتكم مايكونش يابس و مايكونش طري بزيف هذا مكن و نفس العملية شغوله راح نحلو عجينة عصابلي راح ندروا بين كيس و كيس بلاستيكي نحلوها ما نحلوها شخشينة و ما نحلوها شرقي قير بنات نحلوها نتحكمه هنا في السمك تحبو تديروها طبقة مليحة تحبو تديروها رقيقة كيما تحبوها والصابلي تعيب بعد ما طابوا برد لبالك و تتلح و ليه و نجيبو نفس الطابع اللي طبعنا بيه الصابلي راح نطبعو به الحشو و من بعده الهنا شوفوا ندروا شوية برك هذا كل الكراميل في الحبة تعنا باش ترزقنا الحشو به نتفاديو انو الحبة طيرنا كنغلاسي و هاولا ندروا شوية شوية برك و من بعده شوفوا هذي الطريقة اللولا تزوها بيديكم شوف وتحطوا فوق الحبة تعال الصابلي وتلزقوا حبة بحبة وتضغطوا ضغطة خفيفة باش يرزق لكم هذك الصابلي مع بعض يعني بها يرزق لكم في الحشو هذا مكان سينو طريقة ثانية و وش تروحو تديرو تعودوا تجيبو الكيس بلاستيكي شوفوا ندروا نفس الطريقة ندروا شوية تعال كرانشي انتاع الكراميل تقولنا تعالى ماه قوستو هو المخير في السوق الابنة تجيبو الكيس بلاستيكي هذا مكان تجيبو الحبة تعال صابلي شوفو تحطوها فوقو وتقلبو هذا مكان وتعدلوها تحطو الحبتاكم وتعدلوها هذا الحشو المقرم جدرنا مع بعض الشحل من مرة وعجبني كي قلت لها قلت لي بليني شتو هذي جديرة ومن قبل قلت لي بركة نزلت هذي الطال العفست على البنيون من فوق و هذي قانو نروحو اللي بنيون من فوق وش دايرت دايرت شوفو هي دايرت قاطو انا نحب القوفريت بكل صراحة خاطر القوفريت يخليه لكم مقرمش لاطول مدة درت كيلة تاع قوفريت درت نصف كيلة انتاع الجوز ولا اي نوع تاع مكسرات وزيت له نصف كيلة تاع الفيتين الفيتين يعني عزز بركة اي خليه لكم زيت جد قرمش هذا مكان سينو هي تقدروا تكتافي و اي نوع من المكسرات بعد تجيبوا شوكولات تختيني تكونوا ثاني دخلتوها الميكرو واندو حاطيتوها الحالة حمام مائي باش ما يكون الكمش بزاف الحشو ونتحصلوا على هذا القوام شوفو نتحكموا فيه يا لبنيت وما يكون شابس نجيبوا هذا المول تاع البومبي نصف نصف دائرة لما نخدموا فيه لبنيتون ولا اي مول تحبو تديرون ونخليوا شوفو نخدمو ونخليو في الواسط شوية فرغ باش نحشيوه بهذا كالكرنش شوفو شوفو كيف نخليو في الواسط يا لبنيت خليو في الواسط باش نحشيوه واستمحوا لي على صوتي باش نحشي انا ارادت انا قد لبنيت من الناس سوف اقدرها لا جدنا بس مرزة قولولي عايشكم وكيف ادそれ ؟ قلوها رادي انطفدوا لا يستفيد كيف شوفو كل يمكن اداء باش نارد اخليوا شوي فرغ نجيب هذا الكرنشي و نضع قليلا في الواسط هذا الفراغ لكي نعمر برك الواسط امنوني يا لبناء جربوا على ضمانتي والله غير بني و مقرمشي سخف ولا هنا لبناء تعود ترجعته الكونجيلاتور و بعدها غير جمد لي هذا الكرنشي واللي تعود تغلقت بهذا القاطو هذا المكان و نعود و نرجعه للمجمد يحكم روحوا 1-5 دقائق و لعشرة دقائق و نخرجوه دي ما خدموا بالله بالمجمد يعني دخلوا و خرجوا هكذا باش تجيكم الخدمة من فينيا لخاطر اماجيني كنا هذك الكرنشي تاعكم طالقوا رحوا و ثم تروحوا و دلوا هذي الطابقة تولي لكم الحلم جا خلطة شوفوا الهنا بعدها نروح و نجيبوا شوية تاع الكرنشي كيف كيف نحطوه من فوقه و هذك الكرنش في دائرة نحطوه من فوقه شوفوا ها شوفوا نحيو و نحطوه من فوقه هذا ما كان نخليوه في الفرجدير 1-5 دقائق و نروحون لقلاسيو هكذا تتفادئ و انكم تجووا رحين تقلاسيو لحبة طير الكومولا تشايت كومولا و حطوها في النصة لبنت كي ما راكم تشوفوا هكذا و ها شوفوا الغلاسيو الشوكولا و عيندي شوكولا ذوي بها حمام مائي زيت لها مغرفة و زيت و زيت لها يا لبنت لدي لهنا لوس حمصته و رحيته متوسط مرحيتهو شخشين و شرقيق رحيته متوسط باش يجيني هذا غلاسيو كما راكم تشوفوا وشوفوا كتا غلاسي وديما اخبطوا هكذا الفرشيطة بيها بطولكم الزوائد ومن بعدها بالفرشيطة هكذا قدموه باش تنحيو الزوائد ملتحته وشوفوا ربي بارك فاش يجي مقالم ميش والله هي البنية غير بنين 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 يعني الله يبارك كامل عجبهم كده لتوف الخطبة ما شاء الله عليها جب زف بنين هذك الصابل يتقرميش هذك الحشو ثاني مقرمش يسخف يسخف جربو على ضمانتي بالنسبة لسعر البيع انا كي خدمتوا يا لبنية تشوفوا وستقام لي 15 الف بس كل جوز الكرانشي الفيتين كل شفيه نراه بحقه وفي الاخرين ما بقى نقولكم غير بقى وعلى اخرين تلاقيوا ان شاء الله في وصفة جديدة دعوتكم وما بشاو السلام عليكم